واعلموا أنما غربتم من شيء فأن لله قمسا وللرسول والزل قربى واليتامى والمساكين وبني السبيل إن كنتم آباتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إسألتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القسوى والرب أسأل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في البيعان ولكن ليقضي الله أبعى كان مفعولا ليهلك من هنك عم بجنة ويحيى من حي عم بجنة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منابك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتهم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أبعا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فيه فاسبتوا وازكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأتيعوا الله رسولا ولا تنادعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا بأديانهم بطى ورياء الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم فقال لا غالب لكم الجوب بذل الناس وإذ لي جار لكم فلما ترى أت الفيتار نقص على عقبي وقال إذ لي بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرز مرزوا غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى نز يتوفى الذين كفروا الملائكة يذربون وجوههم وأدبارهم وزوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبرهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قبي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة عن عمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وورقنا آل فرعون فقلوا كانوا ظالبين إن شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم لم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يزكرون فإما تخافن منهم وقيانتهم فامز إليهم على ثوى إن الله لا يحب الخائدين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا جعجدون واعدوا لهم ما استطعتم قوة وبالربات القيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دودهم لا تعلمون هم الله يعلمون أما ترفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم واتب لا تغلبون فإن وجرحوا للسلب فجرح لها وتوكل على الله إنه هو السبيل العليم وإن يريدوا أن يخدعوه فإن حسبك الله هو الذي جيدك برصره وبالبؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرز المؤمنين على القطال إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا بيتين فإن يكون منكم بيت يغلبوا ألفا من الذين كسروا بأنهم قوم لا يفقحون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون منكم بيت صابرة يغلبوا بيتين فإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي الجن أن يكون له أسرى حتى يسقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم في ماء فاصقب عذاب عظيم فقلوا بما غنبتم حلالا وطيبا واتقوا الله إن الله وفور رحيم يا أيها النبيج كل ما وفي أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا قيارتك فقد خانوا الله بقبل فأبكر منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأبوالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعض أولياء بعض والذين آمنوا ونفجوا هاجروا ما لكم من ولايتهم بالشيء حتى يهاجروا فإن استوصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينه بيساق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكون فتة في الأرض وقساده كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم أغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك بكم أولو الأرحى ببعض أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذي دعاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم ويرم عجز الله فأن الله مخز الكافرين وأزان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فين تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عدتم من المشركين ثم لم نعقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سرق الأشهر الحرب فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدونهم كل مرسد فينتابوا وأقابوا الصلاة وآتوا الزكاء فقلوا سبيلهم إن الله وفور رحيم فإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسبع كلام الله ثم أبلغه بأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عيود الله وعيود رسوله إلا الذين عهدتم بعيد المسجد الحرام فما استقابوا لكم فاستقيبوا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا زبا يرزونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله سبرا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زبا وأولئك هم البعتدون فإن تابوا وأقابوا الصلاة وآتوا الزكاة فإقوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوبي يعلمون فإن نكسوا أئبانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئبة الكفر إنهم لا أئبان لهم لعلهم يوتهون ألا تقاتلون قوما نكسوا أئبانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أتخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعزبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهب غيث قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يأكل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يأكل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاب الصلاة وآت الزكاة ولم يخشع إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعبارة البسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين هابلوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأبوالهم وأفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم ربهم برحمة منه وإزوان وجدات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عيدا وجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتقذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حقب إليكم من الله ورسوله وجهده في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كسيرة ويوم حنين إذ عجبتكم كسرتكم فلم نغني عنكم شيئا وزاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليكم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن تروها وعزب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يطوب الله من بعد ذلك على من يشعرها والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا البسج الحرام بعد آبئم هذا فإن قفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم ساغرون فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتله لله أنا يؤفقون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا في عدود الله والبسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عبا يشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأخواههم ويأمى الله إلا أن يطب نورا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون هو الذي أصر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إنك سير من الأحبار والرهبان ليأكلون أول الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يجزون الزهب والفزة ولا يوفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحبى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان السب لأنفسكم فزوخوا ما كنتم تكندون إن عدة الشهور عرض الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السباوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء ضيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا إدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم وغفروا في سبيل الله استاقلتم في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعزبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أقرجه الذين كفروا ساني أسليري الزبا في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأوزر الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا فكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا خفافا وسقالا وجاهدوا بأموالكم وأفسكم في سبيل الله زالكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحرقون بالله لما استقطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكازمون أفالله أكلم أزرز لهم حتى يتمجن لك الذين صدقوا وتعلم الكازمين لا يستأذرك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إن والله عليم بالمتقين إنما يستأذرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فسبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ذادوكم إلا قبالا ولأوبعوا قلالكم يبغونكم الفدة وفيكم سباعون لهم والله عريم بالظالمين لقد ابتغوا الفدة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون أمنهم من يقولوا أذل لي ولا تفتني ألا في الفدة سقطوا فإن جهدنا ولمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيفة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم لن يصيبكم الله بعذاب من عياده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل آفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل بلكم إنكم قوتوا قوما فاسقين فما منعهم أن تقبل منهم دفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا فلا يوفقون إلا وهم كارعون فلا تعجبك أبوالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعزمهم في عيات الدنيا وتذهقا فسوفهم كافرون فيحلفون بالله إنهم لبنكم وما هم بالكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون بلجأا أو بغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجبحون أبدوا من يلبذك في الصدقات فإن أعطوا بنا رضو فإن لم يعطوا بنا إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله بفضله إنا إلى الله راغبون إنما السنقات للفقراء والبساكين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبج ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا بكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرزوكم والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم قالدا فيها ذلك الغزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوذ ونلعب قل أبئ الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا خد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعز بطائفة بأنهم كانوا مجربين المنافقون والمنافقات بعضهم من معهم يأمنون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقفزون أيديهم نص الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها أي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد بعقق قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخص كالذين قادوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وسبود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعن الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورسوان من الله أكبر ذلك هو الفوض العظيم يا أجهنم يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كذبة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم فإن يتولوا يعزبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولج ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بقلوبه وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلهزون المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرحا المخلفون ببقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأبوالهم وأفسهم في سبيل الله وقالوا لا تغفروا في الحر قل دار جحد ما أشد حرا لو كانوا يفقحون فليزحقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأسنوك للخروج فقل لا تخرجوا بعي عبدا ولك تقاتلوا بعي عدفا إنكم رزيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وباتوا وهم فاسقون فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعزبهم بها في الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون وإذا وإذا أوذلت سورة أن آقلوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأزل كون الطول منهم فقالوا زرنا نكن مع القاعدين رزوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبعنا قلوبهم فهم لا يفقحون لكن الرسول والذين آمنوا معهم جاهدوا بأبوالهم جاهدوا بأبوالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيران وأولئك هم المفلحون أعد الله أعد الله لغجة جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ذلك الفوص العظيم وَجَاءَ وَجَاءَ الْمُعَزِّرُونَ من الأعراب ليُؤْزَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ وَلَاءَ الَّذِينَ وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُبْلَى يَعْلَبُونَ